خلقة جديدة وأحداث جديدة نرصدها مع حضراتكم يوميا على أرض مصر وعلى أرض مصر مدينة المنصورة الجديدة إحدى المدن العالمية التي تنضم إلى مدن الجيل الرابع والتي تم إنشأها بتوجيهات من القيادة السياسية الرئيس عفتاح السيسي ضمن المرحلة الأولى وافتتحها وشاهدها مدينة المنصورة الجديدة عروس النيل التي صممت بإمكانات الجيل الرابع تعد من أجمل مدن العالم حاليا أيضا هي مدينة ساحلية تضاهي المدن ذات الطراز العالمي المنصورة الجديدة من ضمن المدن التي تم إنشأها وإنشأتها الدولة بتعليمات مباشرة من الرئيس عفتاح السيسي أيضا تنضم إلى عواصم مصر الجديدة والتي تحمل شعار الجمهورية الجديدة تنضم مدينة المنصورة الجديدة أيضا إلى المدن الساحلية وتربعت على عرش هذه المدن لكونها من مدن الجيل الرابع التي تتميز بموقعها الجغرافي وتقع على طول البحر المتوسط ما بين محافظات الدقهلية وكفر الشيخ وضميات امتدادا إلى الإسكندرية والعالمين الجديدة والساحل الشمالي من أبرز وأهم المعالم الموجودة داخل المدينة الذكية هي الصرح الجميع الضخم جامعة المنصورة الجديدة وزي ما قلنا في البداية تم افتتحها وافتتحها الرئيس عفتاح السيسي وافتتح بالتحديد المرحلة الأولى من هذه المدينة العالمية على أرض مصر بيشرفنا في الستوديو الأستاذ محمد عبد الناصر الكاتب الصحفي نلقي الدوق أكثر على هذا المشروع الضخم الجديد الذي يعني يعد من أبرز المعالم على أرض مصر أهلا بك يا فانديم معي أهلا بحضرتك ومستاذ المشاهدين أهلا بحضرتك المنصورة الجديدة الحقيقة بالفعل يعني لما بنشوفها بنشعر بالفخر بالبهجة بنشعر أن فيه فعلا نقدر نقول كنوز كانت موجودة على أرض مصر ولكن يعني لم يتم اكتشافها وبالفعل بدأنا نضع إيدينا على هذه الكنوز في المرحلة الحالية كلمنا يا فانديم عن المنصورة الجديدة عروس النيل في الحقيقة مدينة المنصورة الجديدة من أهم المدن اللي تم إنشاءها في آخر خمس أو ست سنوات بجانب بعض المدن زي العصمة الإدارية وزي العالمين الجديد لكن لو هنتكلم تحديدا على المنصورة الجديدة فهي عليها أهمية جغرافية كبيرة جدا لأنها موجودة في جوار ثلاث أو أربع محافظات لدي أهلية كفر الشيخ قريبة جدا من إسكندرية فالمحافظات ديات ما كانش فيها في الفترات السابقة أي مناطق جديدة تم تنفذها فبالتالي كان الموقع الخاص بالمنصورة الجديدة مهم جدا كمدينة سكنية كمان مدينة ساحلية بتتميز بالموجودة على البحر متنفذة بشكل حديث جدا البنية التحتية الخاصة بالمدينة مميزة مختلفة عن بقية المدن كمان فيها مشروعات بتخلي المنصورة الجديدة مدينة طول سنة مش مجرد اللي هي مدينة ساحلية فاحنا ممكن نصيف فيها خلال الثلاث أو أربع شهور بتوع فصل السيف وبعد كده من سبع لكن اللي بيحصل في المدن الجديدة حاليا خصوصا المدن الساحلية هي مدن بيتم يعني تنفيذ فيها مشروعات عشان نقدر نستخدمها طول السنة أهالي بقى المنصورة والسكان الموجودين في هذا المكان من مختلف نقدر نقول يعني الأجيال ومن مختلف المواقع الجغرافية استقبلوا الحدث ازاي احنا خلينا نوضح الأول نقطة مهمة جدا لأنه افتتاح المنصورة الجديدة يعني الافتتاحات الخاصة بالمشروعات اللي بتحصل دلوقتي مختلفة شوية في أزهان الناس عن الافتتاحات اللي كانت بتحصل في العثور السابقة زمان كان لما يحصل أي افتتاح كان المسؤولين بنروح لنقص الشريط وخلاص وبعد كده نبدأ تنفيذ المشروع لكن الافتتاحات اللي بتحصل في الوقت الحالي المشروعات دي خلاص تنفزت في الشهور اللي فاتت فخلاص المنصورة الجديدة تم تنفيذها في 2019 كان أول حاجة بتتعامل هناك في 2019 على مدارة 3 سنين ودي فترة زمنية يعني كياسية أن يتم تنفيذ مدينة جديدة يكون فيها وحدات سكنية يكون فيها كل المشروعات والناس تبدأ تحجز وتروح كمان تعيش هناك وبعد كده بيحصل الافتتاح فده كان حاجة مختلفة طبعا الناس كلها بتشكر الكيادة السياسية على التوجه الجديد على إن احنا نجهز المدينة نسكن فيها وبعد كده بيجي الافتتاح عكس ما كان بيحصل قبل كده فبيتم افتتاح المشروع وهو حي زي ما بنقول هو بالضبط هو حي تقريبا وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية طرحت في الفترات اللي سابقا عدد كبير من المشروعات كان أهمها هي المشروعات السكنية تقريبا المنصورة الجديدة في حوالي 19 ألف وحدة سكنية طبعا موزعين على عدد كبير من الفئات يعني مش بيتم تنفيذ نموذج واحد لفئة معينة ولكن كل الفئات ممكن تستفيد من الوحدات السكنية بداية من محدود الدخل لحد الطبقة الفوق المتوسط فاحنا زي ما قلنا عندنا 19 ألف وحدة موزعين على الإسكان الاجتماعي ذات الطبع السحلي وده مشروع بينفذ لأول مرة في المنصورة الجديدة أو في المدن الجديدة كمان عندنا مشروع سكن مصر وده خاص بالطبقة المتوسطة وكمان مشروع جنة مشروع سكن مصر ومشروع جنة تم طرح فيهم وحدات في الشهور السابقة وبالفعل كان الإقبال كبير على المنصورة الجديدة وفي ناس حجزت خلاص وكمان في الأسابيع السابقة بدأت ناس اللي تستلم الوحدات وتروح بقى تقعد في الوحدات بتاعتها وتبتدي تستخدم المدينة كمدينة عادية إذن نقدر نقول بترضي جميع الأجيال بترضي جميع الأزواق وبالتالي كان الإقبال من مختلف فئات وطبقات المجتمع كان إقبال نقدر نقول إيجابي جدا هتوقف مع حضرتكم ومع سادة المشاهدين نخرج لهذا الفاصل ثم نعود رجعنا مع حضرتكم مرة تانية ولازال حوارنا عن مدينة المنصورة الجديدة التي أنشأت بقرار وتوصيات من الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 وبالفعل ومنذ أيام قليلة افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة المنصورة الجديدة وبالتحديد المرحلة الأولى وأيضا كانت هناك زيارة لجامعة المنصورة بيشرفنا في استوديو الأستاذ محمد عبد الناصر الكاتب الصحفي أهلا بك يا فندي معنا مرة تانية وكلمنا عن جامعة المنصورة تاريخ طبعا طويل وصرح علمي كبير الجديد في المشروع اللي نقدر نتكلم عنه اللي تم افتتاحه منذ أيام قليلة من قبل السيد الرئيس جامعة المنصورة تم افتاحها أو تشغيلها العام الماضي بدأت يبقى فيها الصفوف الدراسية من السنة اللي فاتت والسنة دي اللي بيتميز فيه جامعة المنصورة إن هي فيها بعض الكليات يعني سوق العمل محتاجها مش فكرة الكليات التقليدية اللي احنا بنشوفها كلية الحقوق كلية الأداب كلية الصيدالة هم تخصصات فيه حاجات معينة زي الزكاء الاصطناعي زي المنسوجات زي العلوم الحاسب الإدارة أعظم التخصصات اللي موجودة في المنصورة الجديدة وهي خلاص الجامعة شغالة من العام الماضي أيضا نقول القدرة على استيعاب الطلبة والطالبات الجدد أو الفئات اللي بتنضم للجامعة فيه يعني شكل معين للانضمام فيه اختلاف في التخصصات والتوجهات الخاصة بفئات الطلبة والطالبات في المنصورة لا طبعا الجامعة المنصورة زي أي جامعة عادية يعني فيه الدراسة فيها يعني مش مرتبطة بشروط معينة أو مقتصرة على فئة معينة أي حد يقدر أنه يدرس في جامعة المنصورة ولكن أصد يعني اللي بتقدمه من مادة علمية جديدة مختلفة هو ده اللي مختلف آه السابق هو ده اللي مختلف يعني مهارة علمية كفاءة علمية تأهيل معين للخريج اللي في الجامعة يواكب سوء العمل اللي بتحتاجه الجامعة هو فكرة التفكير بتاع المواطنين هو اللي لازم يتغير يعني احنا النهاردة بنشوف معظم الأهالي بعد السنوية العامة بيبقوا عايزين كل أولادهم يدخلوا التب طيب هو ما نفعش في التب فعايز يروح عليه الصيدلة أو ما فيش صيدلة بعيدة عن المجموع بتاعه فعايز يخش هندسة ومن الهندسة عايز يخش مش عارف أو هكذا فبيفضل تدريجيا نازل لحد ما يتوافق مع المجموع بتاعه ولكن الجامعات الجديدة اللي موجودة في مصر من ضمنها جامعة المنصورة بدأت أن هي تغير من المحتوى الدراسي ومن الجامعات ومن الكليات اللي موجودة فيها يعني احنا ما فيش حد بيفكر أن هو يدخل أولاده جامعة متعلقة أو دراسة في كلية متعلقة بالزكاء الاصطناعي هو مش يعرف يعنيه زكاء الاصطناعي مش عارف ابنه ده هيتطلع هيتشتغل في ايه في نفس الوقت هو حتة التباهي شوية مش يعرف يتباهي بيدرس في زكاء الاصطناعي فهو في المحيط بتاعه هو مش عارف ده لأن نقطة أن هو بيتباهى بأولاده دي حاجة مهمة جدا وبيتخلي الأباء أو أولياء الأمور عايزين أولادهم يخشوا كلية معينة عشان يتباهى بيها لكن الدراسة هناك مختلفة الدراسة هناك مرتبطة بي الكليات مرتبطة بسوق العمل احنا محتاجين حاجات متعلقة بي أو كليات متعلقة بالزكاء الاصطناعي بعلوم الحاسب متعلقة بالإدارة التسويق ده كله متوجه جديد توجه جديد توجه علمي جديد ومختلف عن الفكر التقليدي عن الفكر التقليدي الأول كليات التقليدية اللي احنا عارفينها وبالتالي نقدر نقول إنها بتلبي في الوقت الحالي احتياجات السوق أولا وايضا العدد والكم الهائل من الطلبة والطالبات خريجي الثانوية العامة بمختلف تخصصاتهم وما يبقاش التركيز والتوجيه فقط لمجال معين معين مزبوط خصوصا المجالات الكلها يعني كان زمان هو يا طب يا هندسة صيدالة يا طب بطري علوم بالزبط حتى الحاجات دي دلوقتي ما بقتش هي أفضل حاجة حتى الدكاترة ما بقتش حتى في سوق العمل هي أفضل مرتبات حتى لو الكطاع الخاص يعني الدكاترة اللي بيش تغلوه في المسجلات الكطاع الخاصة مش هي أفضل مرتبات المهندسين أو الهندسة اللي هي برضو التقليدية بيخش أقسام معينة اللي هي معماري أو هندسة مدني أو كذا أو كهرباء مبقيتش ده أفضل حاجة مطلوبة في السوق على عكس التخصصات اللي هي موجودة الجديدة اللي احنا عايزين اللي أصبحت نقدر نقول ندرة أو خريجين المجال الجديد مش بالكم اللي ما يستوعبوش السوق على عكس الكم الهائل من أطباء ومهندسين وبالتالي السوق تشبع من هذا المجال فبدأ المجتمع هناك يستوعب الرؤية دي المجتمع كمان في الجامعات الجديدة تحديدا زي جامعة المنصورة وجامعة الجلالة يعني دول أهم جامعتين في الفترة الأخيرة فيهم التخصصات اللي مطلوبة يعني اللي احنا لما بنيجي يعني معظم الكليات الحكومية مفهاش حاجات أو كليات خاصة بإدارة بالإدارة بالتسويق بإدارة المشروعات بالبيزنس بشكل عام لكن الكليات هناك في المنصورة الجديدة والجلالة فيهم الأجزاء دي فده بيبقى توجه جديد وطبعا حاجة هتبقى مشرفة في الانتاج بتاعها في السنوات اللي جاية طبعا هلقي ملموس شوية في الجزئية دي الخدمات الموجودة المختلفة في المنصورة الجديدة كلمنا عنها حضرتك احنا عندنا زي ما قلنا المنصورة الجديدة هي أي مدينة في الفترة الأخيرة بيتم تنفيذها لازم تكون مدينة متكملة علشان نضمن الاستمرارية فيها ما تبقاش مجرد مدينة فيها عدد قليل من الناس أو أن احنا بنستخدمها لمرحلة مؤقتة وقت معين أو مرحلة مؤقتة فبالتالي كانت توجه الكيادة السياسية أن يتم تنفيذ مدينة فيها كل المشروعات البداية بتكون طبعا بيقل شك السكني وبيقابله على طول شك الخدمي شك الخدمي ده بيتمثل في الأسواق فعندنا في المنصورة الجديدة في حوالي 8 أسواق موجودين وشغالين 8 أسواق كل سوق في حوالي 7 محلات وصيدلية فبالتالي كل الناس الخدمات الموجودة بيبقى في مخابس بيبقى في أي حاجة الناس بتطلبها بتبقى موجودة هناك كمان في مركز طبي موجود في المدينة فمش محتاجة أنه هيروح مدينة مجورة علشان يروح مستشفى أو أي حاجة كمان في مدارس تقريبا هناك حوالي 3 مدارس تم افتتاحهم برضو وشغالين من ضمنهم مدرسة دولية برضو فيها كل المدرستين التانيين والمدرسة الدولية فيها كل الاحتياجات أنت مش قادر تدخل مدرسة دولية ففي حاجة أقل وفي حاجة أقل وهكذا فدي معظم الخدمات الأولية اللي بيحتاجها أي حد عشان يسكن في المدينة وبالتالي كل هذه المشروعات كل هذه الخدمات بتوفر فرص عمل لأهل المنصورة حتى الفرص العمل موجودة من قبل كمان المدينة ما تشتغل يعني عملية الانشاء عملية الشركات معظمها اللي شغالها هناك من المناطق المجورة هتوقف محرك مرة تانية ومع السادة المشاهدين نخرج لها دا الفاصل ثم نعود رجعنا محضراتكم مرة تانية ولزال حوارنا عن مدينة المنصورة الجديدة التي انضمت إلى مدن الجيل الرابع واللي تم تتشينها بقرار من الرئيس ساعة فتاح السيسي عام 2018 وبالفعل بتنضم إلى المدن الساحلية والسياحية على أرض مصر وبتتربع على عرش هذه المدن أيضا من وجهة النظر السياحية وفي المجال السياحي على وجه القصوص وبتعتبر هي بالفعل عروس النيل الجديدة وأيضا بتطل على البحر المتوسط لازال بيشرفة في السوديو الأستاذ محمد عبد الناصر الكاتب الصحفي أهلا بك يا فاندم معنا أهلا بحضراتكم يعني مدينة المنصورة الجديدة نيل وبحر يعني بتجمع بين الشواطئ المتميزة كلها كلمنا عن المجال السياحي اللي ممكن تضيفه مدينة المنصورة الجديدة وممكن تؤدي من خلاله إلى نمو اقتصادي مختلف المنصورة الجديدة من أهم المدن السحلية اللي موجودة دلوقتي وكمان معاها مدينتين تنين هم العالمين الجديدة ودميات الجديدة التلات مدن دول تحديدا كان برضو أثناء ما بيتم التنفيذ والتخططهم أن احنا نتلاشى فكرة المدن السحلية التقليدية التقليدية وكمان المشاكل اللي موجودة فيها حتى هنشوف الكورنيش بتاع اسكندرية عليه مشاكل كتير جدا الناس طول الوقت زحمة الناس مش عارفة تستمتع بالشاطئ الدولة مش عارفة حتى تنفذ هناك أي مشروعات خدمية ده اللي تم تفديه أو أن احنا ما نعملوش تاني في المدن الجديدة ومن ضمنها المنصورة الجديدة فهنلاقي المدينة فعلا فيها شاطئ مميز جدا فيها كورنيش عليه كل الخدمات أي حد يقدر أنه يستفيد منه كمان بيتم تنفيذ بقى مشروعات مختلفة تقريبا بيتم أول مرة يتم تنفيذها في مصر وهي فكرة الأبراج الأبراج بدأت في العالمين الجديدة والمنصورة الجديدة الأبراج اللي احنا بنشوفها على النيل على البحر آسف حاجة أول مرة بيتم تنفيذها في مصر احنا نشوف برج طوله خمسين دور وخمس وخمسين دور وبعض الأبراج بتوصل لستين دور الخدمات طبعا مختلفة جدا زيها زي الدول اللي كل الناس عايزة تروحها يعني زي فرنسا زي إيطاليا زي دبي كل الناس بتستمتع بي دبي علشان فكرة الأبراج احنا عايزين نروح هناك نشوف نستمتع بي الشوبنج بي البحر هناك لأ ده دلوقتي بقى موجود هنا في مصر فحاجة كويسة جدا الأبراج عليها أكبال كبير في الشراء سواء في العالمين الجديدة أو المنصورة الجديدة لأن زي ما قلنا منتج بيتم تنفيذه الأول مرة في مصري المرحلة الحالية بتمثل كم في المئة من المشروع ككل احنا عندنا المنصورة الجديدة المساحة التخطيطية لها حوالي 7200 فدان المرحلة اللي تم افتتاحها وبيتنفذ عليها المشروعات اللي احنا قلنا عليها دي كلها حوالي 2000 فدان فلسه تقريبا متبقي 5000 فدان هيبقوا في المراحل السابقة والمرحلة الأولى يعني خلاص شغالة بشكل كامل دلوقتي وتم هيتم البدء في تنفيذ المرحلة التانية على طول البرنامج الزمني أو الخطة الزمني قد ايه تقريبا؟ الخطة الزمني يعني مش محددة بالضبط الموعد الانتهاء من الخطة الزمني يعني بتبقى حسب عملية التنفيذ وكمان الطلب بقى على السكن أو التواجد في المشروعات يعني نقدر نقول انه تم تتشين أو يعني صنع القرار في 2018 تمام نحنا دلوقتي 22 نقدر نقول اخدت حوالي 4 سنين ما بين تنفيذ ما بين تخطيط ما بين يعني نقدر نقول ترتيب الأوراق الى الاستلام والاستتاح يعني حتى الاستلام كان من والتشغيل مرحلة التشغيل تم الانتهاء منها يعني التنفيذ الفعلي بدأ في 2019 ويعتبر الناس بدأت نهاية استلم في 2022 يعني ثلاث سنين ثلاث سنين اه بالضبط ما بين بداية التنفيذ والتشغيل الفعلي الكامل وإذا يعني نقدر نقول مشينا بهذا المعدل يعني خلال الست سنوات القادمة يكون ننتهي من سبع تلاف فدان يعني فعلا مدينة جديدة دولة جديدة بالضبط يعني بكم مليون نسمة يعني تستوى المستهدف يكون هناك تقريبا في المنصور الجديدة حوالي 700 ألف نسمة انا بشكرك جدا أستاذ محمد عبد الناصر الكاتب الصحفي شرفتني فأنا انا بشكرا حضرتك جدا وغدا حلقة جديدة على أرض مصر